من بغداد ينضم علينا دكتور محمد نعناع الكاتب والمحلل السياسي دكتور محمد الآن المساري للطبيعي للبرلمان فشل حتى اللحظة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة وكذلك ما يعرف باللجنة السباعية التي شكلت مؤخرا هي أيضا فشلت الكتلة الشيعية فشلت الكتلة السنية لم توفق حتى اللحظة من سيسمي رئيس الحكومة المقبل في العراق مساء الخير شكرا جزيلا في الساعات الأخيرة التشكيل السباعي انقساما شديدا فيما بين شخصيتين والشخصية الآن التي يبدو أنها ستكلف يوم غد العاشرة صباحا أو العادية عشر صباحا هو سيد عدنان الزرفي بدعم من سائرون ومن عطاء كتلة عطاء ومن النصر التي هو منها طبعا الزرفي ومن جزء كبير من بدر يعني أنه الانقسام ما زال موجودا الرافضين للزرفي هم تشكيل المالكي أو كتلة المالكي وجزء من الفتح ويعني جزء يعتبر منشق عن العامري وجزء أيضا آخر من الفتح وهو العصائب أو صادقون وكتلة الحكمة كأحد مكودات التشكيل السباعي يراوح بين الرفض وبين القبول ولكن أعتقد شخصيا بأن التكليف سوف يحصل يوم غد وهذه الليلة سوف تشهد اتصالات كثيرة لإقناع المالكي وشخصيات أخرى بأن يكون الزرفي مرشحا للتشكيل السباعي بأكمله السيد عدنان الزرفي إذا ما تم تكليفه بتشكيل حكومة المقبلة كما تقول حضرتك هل له رصيد مقبول في الشارع العراقي بما يؤهله لأن يكمل طريقه أم ستخرج مظاهرات كما خرجت على سالفي سوف يرفض من فعاليات واسعة في الحركة الاحتجاجية لكن لا ننسى بأن لديه مواقف داعمة لهذه الحركة الاحتجاجية هذا ليس تبني مني أو دعما له أنا لا أدعم أي شخص ولكن أحلل الحالة وأطرح وجهة نظر كما هو رسمها لنفسه في الأيام القليلة الماضي نعم معطيات على أرض الواقع هو كان قد صرح تصريحات داعما للحركة الاحتجاجية حتى أن أطراف في السلطة في الحكومة وحتى في الأحزاب السياسية وبعض الميليشيات وصفته أيضا من ضمن الجوكرية هكذا عندنا في العراق يسمونها بمعنى أنه داعم للحركة الاحتجاجية فهذه المواقف شكلت له رصيدا في الشارع والآن الذي يحتاجه هو أرقام في البرلمان أكثر منه رصيدا في الشارع وأعتقد أيضا رغم مواقف داعم الحركة الاحتجاجية أيضا سوف ترفع لافتات ضده في ساحات الاعتصام ولكن إن حسم تكليفه ومضى بشكل يقنع بعض أطراف الحركة الاحتجاجية أعتقد بأنه سوف يمر ماذا لو لم ينل ثقة البرلمان أو الأصوات المطلوبة من البرلمان؟ يعني هذا الأمر من المبكر أن أتحدث فيه لأنه لديه ثلاثين يوما قد يفشل نعم مثل سيد محمد توفيق علاوي وتحديدا إذا لم يقنع أطراف مثل المالكي من ضمن الشيعة من ضمن التكتلات الشيعية وأيضا مسعود برزاني من ضمن الكرد وكذلك حتى أسام النجيفي أو خميس الخنجر من قبل السنة يعني بنفس السيناريو الذي فشل به محمد توفيق علاوي قد يفشل الزرفي وعند ذلك سوف يكون هناك أيضا مطاولة جديدة في الجوانب السياسية الرأي القانوني يقول بأنه سوف يتم خرق المادة السبعين بكافة فقراتها الخمسة التي تعين ويكلف ضمنها رئيس الوزراء ويشكل كادر الوزاري ولكن هناك رأي آخر أيضا أن المدة سوف تستمر لأن الرفض لا يعني الجمود ولا يعني انسداد الأفق السياسي وحتى لا يعني أن الخرق السياسي أن لم قابدون حكومة بل هناك خيارات أخرى أن يعاد التكليف مرة أخرى هذا رأي قانوني موجود وأما أو الرئيس الجمهورية يدعو إلى البرلمان إلى حل نفسه وتحديد يوم للانتخابات المبكرة هذه السيناريوات المقبلة لكن لا نستبق الحالة من الممكن خلال ثلاثين يوم أن تصاغ من جديد معادلة السلطة ولكن وفقا أيضا للتوافق ووفقا للمحاصصة وهذا كله ليس يعني خارجا عن المألوف الكاتب والمحلل السياسي محمد نانع كنت معنا من بغداد فشكرا لك اشتركوا في القناة